ألغت مصر رسوم الاستيراد البالغة 20% على السكر الأبيض في ظل أزمة السكر التي تعاني منها الأسواق المصرية وحدد القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري مدة سريان إعفاء مادة السكر الأبيض من رسوم الاستيراد من العاشر من تشرين الثاني إلى الثلاثين من أيار المقبل وساهمت رسوم الاستيراد بإعاقة عمل مسوردي القطاع الخاص لمادة السكر حيث أحجموا عن الاستيراد في ظل ارتفاع أسعارها عالميا إضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار ما تسبب في أزمة نقص المعروض من هذه المادة الإستراتيجية في مصر مقابل ارتفاع الطلب